بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المهندس وسام زقوت اليوم راح نتكلم عن موضوع اعتقد انه سيكون من اخضر واهم المواضيع التي يمكن ان نسمع عنها والتي ستؤثر حقيقة على مستقبل المنطقة العربية والشرق الاوسط بشكل مباشر وعلى مستقبل العالم كله خلال السنوات القادمة ستغير بشكل كبير في تقديري وستكون لها انعكسات كبيرة على النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقيقة الامر المقلق هو انه الموضوع الذي ستحدث عنه مرضبط بتغيرات للأسف يبدو لي يعني انه السياسيين والاقتصاديين غير مطلعين عليها بشكل كافي او غير مدركين لحجم التحديات القادمة لديهم فكرة معينة ولكنها ليست كافية وليست دقيقة بما يكفي بل وانه حتى المجتمع العلمي في معظمه اقول ازعم بانه غير مدرك للتغيرات الجذرية القادمة الموضوع الذي ستحدث عنه يمكن تقسيمه الى يعني سأحاول ان اضع عظم الاطارين الاطار الاول ما سأصطلح على تسميةه بنهاية نفط الشرق الاوسط بين مزدوجين قبل ان نقفز لأي تفسير لهذا المصطلح سأحاول ان اضع تفسيره لهذا المصطلح والبند الثاني الذي سأحاول الحديث عنه هو ما اسميه نهاية عصر النفط مجددا انا لدي يعني تعريف محدد لهذا المصطلح قبل ان تقفز حضرتك او حضرتك لتعريف او لمحاولة فهم هذا المصطلح سأحاول ان اعرض ما الذي اقصده بالضبط في هذين المصطلحين المصطلح الاول او البند الاول او القضية الاولى هي ما اسميه نهاية عصر نفط الشرق الاوسط انا لا اقصد بنهاية عصر نفط الشرق الاوسط انه سيتوقف انتاج النفط في الشرق الاوسط ولا اقصد بانه دول الشرق الاوسط ستستغني عن انتاج النفط كمورد اساسي في اقتصادياتها ولكن ما اقصده بنهاية عصر نفط الشرق الاوسط هو ان العالم لن يعود يعتمد على انتاج النفط القادم من الشرق الاوسط بالقدر الذي هو يعتمد عليه في الوقت الراهن مبدئيا سيتوقف النمو على الطلب من النفط الشرط الأوسط سيقف عند حد معين وبعد ذلك سيبدأ هذا الطلب ربما في أن يشهد انخفاض تدريج بطيل هذه مسألة أعتقد أن هذا سيحدث تقريبا أنا أكلمكم الآن في حدود العام 2017 أتوقع بأن هذا سيحدث في حدود عام 2020 إلى 2022 يعني من ثلاث إلى خمس سنوات وهي فترة قصيرة جدا من الصعب جدا وهذه من خطورة الأمر أنه من الصعب جدا وضع حلول لتدارك تغير يمكن أن يحصل تغير جذر يمكن أن يحصل في قدوم ثلاث إلى خمس سنوات أتحدث عن شيء قد يحصل في حدود العام 2020 إلى 2022 على أبعد تقدير لم أكن مخطيا ما سيحصل خلال هذه الفترة هو أنه بشكل أساسي سيتوقف النمو الطلب على نفط الشرط الأوسط سنقف تقريبا عند المستوى الحالي بل سينخفض قليلا سيبدأ بالانخفض تدريجيا بشكل بطيء والأمر الأسوأ وليس فقط توقف أو تباط أو تناقص محدود وتدريج بطيء للإنتاج النفط في الشرط الأوسط وإنما الإرادات ستنخفض بشكل حاد سعر النفط الذي انهار فعليا بشكل حاد خلال السنتين أو ثلاثة الماضيات سينخفض باستمرار وليست هناك طريقة للخروج من ذلك لماذا أضع مثل هذا الفرض؟ أقول بأنه دعنا ننظر إلى المعضيات الموجودة حقيقة وأنا طلعت كثيرا على المعلومات الموجودة وعلى خلفية الموضوع قبل أن أصل إلى مثل هذا التقدير الحقيقة للأسف متشائم والذي أعتقد بأنه مقلق جدا للمنطقة العربية التي نعيش فيها والتي تعتمد بشكل كبير على إنتاج النفط إما من دول المنتجة للنفط أو حتى الدول غير المنتجة في العالم العربي هي أيضا تعتمد بشكل كبير على إرسال العمالة إلى الدول المنتجة للنفط وبالتالي هذه ستأثر على جميع دول المنطقة المنتجة وغير المنتجة للنفط الحقيقة أنه دول الأوبك وهي حوالي 14 دولة نصفة تقريبا في الشرق الأوسط دول العربية دول الخليج العربية والعراق بالإضافة إلى إيران وهناك النصف الآخر خارج منطقة الشرق الأوسط فنزويلا نيجيريا أنجولا الجابون الإكوادور غينيا الاستوائية هذه الدول دول الأوبك تملك تقريبا حوالي 73% من احتياط النفط المؤكد في العالم يعني تقريبا خلينا نقول 3-4 نفط احتياط النفط المؤكد في العالم موجود في دول الأوبك مع ذلك هذه الدول لا تنتج سوى 40% فقط من نفط العالم رغم أنها لديها 3-4 من احتياط والسبب حقيقتين يبدو لأنه يعني رغم البنية التحتية العالية ورغم تكاليف الإنتاج المنخفضة جدا لإنتاج برميلة النفط في هذه الدول إلى أنه يبدو لأنه معظم الدول المستوردة تحاول قدر المستطاع أن تنوع مصادر حصولها على النفط وأن تتجنب قدر المستطاع لإنتاج من دول الأوبك وخصوصا من دول الشرق الأوسط بحيث أنها لا تلجأ لها إلا لتلبية النقص الذي لا يمكن سداده لا يمكن سداده من مكان آخر وهو نقص كبير حقيقة يعني الفجوة الكبيرة جدا يعني العالم يستهلك تقريبا في اليوم حوالي 90 مليون برميل من النفط آسف حوالي 80 و 81 مليون برميل من النفط 40% منها تأتي من دول الأوبك يعني حوالي 32 مليون برميل هذا هو العجز الذي لا يستطيعون تدبر من أي مكان آخر وبالتالي يرجعون إلى دول الأوبك ولو كان لديهم مجال لإنتاج من مكان آخر لما لجأوا للحصول على 32 مليون برميل هذه من دول الأوبك على أي حال ما الذي سيحصل الآن؟ لماذا نتحدث عن نهاية عصر نفط الشرق الأوسط الحقيقة أنه ما يحصل هو أنه من سنوات قليلة ماضية بدأ إنتاج النفط بشكل كبير من مصادر بديلة الحقيقة منذ الزمن هناك إنتاج للنفط من مصادر بديلة ولكن ما حصل في السنوات القليلة الماضية أنه تلك المصادر البديلة بدأت فعلا تمثل تهديد حقيقي وعلى رأسها وهو النفط الصخري أو الشيل أويل كما يسمى بالإضافة للمصادر أخرى هذا النفط لم يكن مجديا إنتاجه قبل سنوات طبعا هناك رمال نفطية وهناك مصادر أخرى للنفط ولكن مصادر غير تقليدية ولكن الشيل أويل النفط الصخري تحديدا حدث فيه تغير كبير جدا أنه قبل سنوات محدودة كان تكلفة إنتاج البرميل منه تصل إلى 80 دولار للبرميل تقريبا فلما كان السعر برميل البترول 100 دولار كان مجدي لهم لكن عندنا انخفاضه عن 180 دولار لا مجلل إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا من النفط الصخري لأنه سيكون حط خسارة بالنسبة لهم تكلفة إنتاجه أعلى من سعر بيعه في السوق لكن مع تطور التكنولوجيا بدأت تكلفة إنتاج برميل النفط خفض من 80، 70، 60 دولار في المتوسط حدث طبعا بعض المنصات لديها تكلفة إنتاج أقل من ذلك بكثير وبعضها أعلى من ذلك بكثير المتوسط كانت 80، صرنا 70، صرنا 60 دولار للبرميل السعودية حاولي تدارك ذلك في نهاية حوالي عام 2014 وجدت أن الزيادة مستمرة في عدد منصات حفر وإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية وأن هناك دول أخرى بدأت تطلع على نفس الأمر فقررت السعودية أن تقوم بتدارك مسألة خفاض سعر النفط بطريقة غير متوقعة وهي أن قامت بزيادة إنتاجها الهدف كان تدمير أسعار النفط مؤقتا بحيث أنه تكبد متجي النفط من مصادر أخر خسائر تجبرهم على إيقاف مشاريعهم الاستثمارية في مجال إنتاج النفط الصخري وبالتالي تعود هي بكل أرياحية للسوق لتدحك بالسعر كما كانت تفعل سابقا طبعا هناك أسباب أخرى يعني يتحدث عنها البعض لزيادة إنتاج النفط من قبل السعودية أواخر العام 2014 من بينها الإضرار بروسيا التي فعلت كثير يعني في أوكرانيا والقرم ومن ثم تدخلت في سوريا وهناك ملف إضرار أيضا في إيران وما إلى ذلك ولكن فيما يهمنا هنا فيما قطع النفط السعودية أيضا خفضت أزادت إنتاجها من النفط وخفضت أسعار النفط في السوق الدولية للإضرار بالمنتجين للمنتجي النفط الصخري الحقيقة حدث أضرر كبير لكنه لم يتم تدمير قطاع النفط الصخري التكنولوجيا تتطور باستمرار وواصل سعر تكلفة إنتاج برميل النفط الصخري تنخفض من 60 إلى حوالي 45 دولار في المتوسط للبرميل طيب الآن هناك قضية حقيقة مقلقة أنه قطاع إنتاج النفط الصخري في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية معظم وموجود في يد القطاع الخاص أساسا يعني وهؤلاء يمكنهم أن ينتجوا برميل النفط ب45 دولار إذا كان سعره في السوق ب50 ما عندهم مشكلة ينتج ب45 ببيعه ب50 بيأخذ 5 دولار ممتاز ما فيش عند مشكلة على خلاف مثلا الدول الشرق الأوسط المنتجة للنفط التي تريد يعني يكلفها برميل النفط 5 دولار تبيعه ب100 دولار عشان تاخد 95 دولار تضعها للميزانية للميزانية الدولة فإذا القضية أنه كل إنتاج النفط في دول الخليج مثلا أو في إيران أو في أي مكان من دول الأوبك يذهب معظم الإراد لدعم الميزانية الدولة في حين أنه في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية إنتاج النفط لا يمثلت السوق نسبة ضئيلة جدا من الناتج القومي للبلاد قطاع خاص بينتج البترول أي مربح بيحصله هو ممتاز المهم ما يكونش خسران حصل خمسة دولار في البرميل بركة ممتاز نعمة مش محتاجين أكثر من هيك القضية الآن أنه زيادة إنتاج النفط التي تحدثنا عنها من قبل السعودية قبل سنتين لم تحل المشكلة ولكنها بطأت الكارثة بطأت قدوم الكارثة التطور التكنولوجيا ما زال مستمر ونحن نشهد الآن أنه المعدل تكلفة إنتاج برميل النفط من النفط الصخري تنخفض متازال تنخفض حيث أنه صارت أربعين دولار مثلا أو خمسة وثلاثين دولار طيب ستصبح خمسة وثلاثين دولار ماذا سنفعل في هذه الحالة؟ سعر برميل النفط اليوم حوالي ثمانية وربعين دولار بالتالي هو مجد لهم أن ينتجوا ومنصات إضافية تبدأ التعمل في الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن مجدية في الماضي اليوم مع تطور التكنولوجيا من خفض التكلفة بدأ بإمكانهم أن يشغلوا تلك المنصة ومع تطور التكنولوجيا ستم تشغيل المزيد والمزيد وإنتاج المزيد طيب ما هو الحال؟ نستمر في زيادة الإنتاج في السعودية لكي نكسر الأسعار وبتالي نضرب هؤلاء في الحقيقة يعني هذا الحل يبدو أنه لن يجتي طيب ما هو الحل الآخر؟ أن نبدأ بخفض الإنتاج هذا ما بدأته حاليا دول الأوبك وعلى رأس السعودية بالإضافة إلى بعض المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا مؤخرا وقاموا بتقليص الإنتاج بشكل حاد بهدف أنه سحب الفائض الذي في السوق هذا أيضا لا يحل المشكلة بالعكس ربما يزيدها سوءا يعني لو نقصنا الإنتاج مفيش حال ولو زدنا الإنتاج مفيش حال لماذا؟ لو نقصنا الإنتاج مفترض نظريا أنه هذا يرفع الأسعار لكن بمجرد أن تبدأ الأسعار بالإرتفاع سيبدأ منتجون النفط الصخري الذين ستشعرون بالجدوى بزيادة إنتاجه والمنصات التي لم تكن تعمل لديهم أيضا ستبدأ بالعمل وسيبدأون ثورا بتغطية النقص في الإنتاج الذي حدث من قبل الدول الأوبك أو من قبل روسيا أو غيرها مجرد أن يقوم العرب بخفض إنتاجه من النفط الأمريكيون سيقوم بتعويض ما تم خفضه مباشرة فما فيش جدوى إلا مثلا سيتم هذا الانخفاض في الحقيقة من الصعب تقدير ذلك يعني ما نراه أنه فعلا السعر برميل النفط سيستمر بالانخفاض تكلفة الإنتاج يعني متردية مع تطورة يكون لسة انخفض خمسة ثلاثين دولار ثلاثين دولار البعض يتحدث معا أقل من ذلك ربما ستصبح في غضون ثلاث سنوات ربما نتحدث عن شيء بضع وعشرين دولارا طيب هل هذا سيكون مجديا بالنسبة للدول الخليج مثلا أعتقد بأن الأرقام تقول لا أعطيك مثال بسيط فقط في المملكة العربية السعودية لكي يتم سداد عجز الموازنة هي بحاجة لبيع برميل النفط بسعر مية وستة دولار للبرميل أي سعر أقل من مية وستة دولار سيكون هناك عجز في الموازنة إذا كانت سعودية ستبيع بعد عامين مثلا أو بعد عام أو عامين برميل النفط بثلاثين دولار وإخصم منهم خمسة دولار تكلفة فهذا سيعطيها إرادات سنوية في حدود التسعين مليار دولار فقط من بيع النفط تسعين مليار دولار في المملكة العربية السعودية هذه بلكات تغطي ميزانية وزارة الدفاع ميزانية وزارة الدفاع وحدها في المملكة العربية السعودية حوالي خمسة ثمانين مليار فكل إرادة النفط لن بالكاد سيغطي ميزانية مسارة الدفاع لن يتوقع شيء لا للتعليم ولا للصحة ولا للبنى التحتية كيف سيتم حل ذلك أنا حقيقة لا أعرف هذا ما أسميه نهاية عصر نفط الشرق الأوسط لن يتوقف إنتاج النفط في الشرق الأوسط ولكنه سيقل الطلب عليه تدريجيا ببطء لتوفر مصادر أخرى بالإضافة لذلك أنه ستنهار الأسعار ستستمر في الانخفاض وهذه المشكلة الكوبرة هذا البند الأول الذي أردت الحديث عنه اليوم البند الثاني هو ما أسميه نهاية عصر النفط وقبل أن تقفز عزيزي أو عزيزة المستمعة اللي حاول تفسير هذا المصطلح أنا لا أقصد فيه بأنه سيتوقف إنتاج النفط في العالم ولا أقصد فيه بأنه سيتوقف الطلب على النفط أو لا لا ما أقصده وببساطة هو أنه سيتوقف النمو الطلب على المزيد من النفط بالعكس سيبدأ طلب تدريجيا يتناقص متى سيحدث ذلك؟ أعتقد أنه هذا سيكون في حدود ما صعب تقدير الوقت لكن أقدر بأنه سيكون في حدود العام 2030 يعني في قضون حوالي 13 عام من الآن يعني بمجرد ما البند الأول الذي تحدث عنه في حدود عام 2020 بعد ثلاث سنوات البند الثاني سيكون بعد ذلك في حدود عشر سنوات لم يكن أقل حتى ما سيحدث هناك أنه ليس فقط زيادة في إنتاج النفط من مصادر أخرى وهي الكارثة الأولى التي تحدثنا عنها وإنما ستكون هناك مصادر أخرى غير النفط تصبح أكثر كفاءة وهو في الحقيقة بدأ أن نرر ذلك من الآن وعلى رأس ذلك أنا أعتقد أن الطاقة الشمسية التي كانت يعني مصدر سخري للكثيرين لحتى سنوات قريبة قبل فترة بسيطة كان إنتاج الكيلو واط للكهرباء في دول الأوروبية باستخدام الطاقة الشمسية يكلف تقريبا نصف دولار باحتساب أنه إن شاء محطة طاقة كهربائية والسداد قيمة الاستثمار هذا في قضون سنوات قليلة احسب كم ستنتج من الكهرباء خلال هذه الفترة بيطلع معك سعر الكيلو واط للكهرباء حوالي نصف دولار اليوم تنخفض هذه التكاليف بشكل سريح خلال سنوات قليلة فقط السنوات الماضية قليلة ربما خمس سنوات انخفضت تكلف إنتاج الكيلو واط للكهرباء من الطاقة الشمسية إلى الربع هذا التغير لم يحصل خلال خمسين أو ستين سنة هذا حصل خلال خمس سنوات إذا تخيل أن خلال خمس سنوات أو عشر سنوات قادمة سينخفض تكلف إنتاج كيلو واط للكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية إلى الربع فهي بالتأكيد يعني ستصبح ما نسميه بالجريد باريتي ستصبح منافسة تساوي تكلفة إنتاج الكهرباء أو تقل عن تكلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي أو الفحم أو النفط أو الطاقة النووية وبالتالي هي ستصبح منافس قاهر في هذا المجال طاقة الرياح أيضا تقدم كبير وإن كان ببطء نسبي مقارنة بالتطور الذي حدث في الطاقة الشمسية ومع ذلك فهي أيضا تحقق تطور كبير يعني الخفاض الذي يحصل فيه سعر إنتاج كيلواط للكهرباء من الطاقة الشمسية خلال خمس سنوات ربما تحتاج طاقة الرياح لتحقيق هذا الإنجاز إلى عشر سنوات ولكن في قدر عشر سنوات ستصبح هناك يعني كارثة كبرة حقيقة بالنسبة للدول التي تعتمد على تصدير النفط إلى دول تريد هذا النفط لإنتاج الكهرباء شيء آخر طبعا وما يطبق على النفط يطبق الحد ما على الغاز يعني بالعكس يمكن في مسألة الغازي الأمر أسوأ لأنه نحن لم تحدث عن الشيلجاز الغاز الصخري والذي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية لا تنتج فقط يعني الولايات المتحدة الأمريكية تنتجها حوال خمسة مليون برميل من النفط الصخري في حيننا في مسألة الغاز الصخري في غضون سنوات قليلة أصبحت الآن لديها فائض تحولها من دولة مستوردة إلى دولة مكتفية بل ولديها فائض محدود للتصديق فالأمر يعني غاية في الصعوبة طيب التطور في مجال إنتاج الطاقة من مصادر أخرى غير النفط كما رأينا تحدث عن الطاقة الشمسية بالدرجة الأولى مصادر أخرى مختلفة وإن كنت أراهن بالشكل كبير على الطاقة الشمسية أنا هل هذا سيدمر قطاع النفط في الحقيقة لا لأنه معظم النفط في العالم أو لنتذكر أنه معظم النفط في العالم يستخدم حقيقا لثلاث استخدامات الاستخدام الأول اللي هو مقود لوسائل النقل والرأس السيارات السيارات تستهلك حول النفط ربع نفط العالم هناك أيضا لإنتاج الكهرباء بدرجة أقل وهناك أيضا يستخدم النفط لإنتاج الكيمويات طيب الآن هذه الثلاث أمور المسألة الكهرباء ستتعرض لضربة قاصمة في تقدير خلال العشر سنوات القادمة إنتاج الكهرباء باستخدام النفط وبدرجة ما من الغاز بين النفط ستتعرض لضربة قاصمة ومن الغاز طبيعي ستتعرض لأثر لبأس به يعني سلبي طيب الناحية الثانية اللي هي إنتاج استخدام النفط عفوا كوقود للسيارات في الحقيقة هنا ستحدث الكارثة الكبرى لمنتجين نفط في الشرق الأوسط والعالم كله إذا وصلت التكنولوجيا إلى حد أن تؤثر على قطاع النقل بحيث يبدأ قطاع النقل في العالم يتحرر من حاجته للنفط في الحقيقة سيتحرر في تقدير المسألة الأولى السيارات ستبدأ تدريجياً بتتحول إلى الكهرباء إذا كانت الكهرباء سترخفت تكلفتها بشكل حاد باستخدام مع تطور تكنولوجيا إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن صدر أخرى فسنبدأ نشهد أنه كل شيء سيتمتح لكم بالكهرباء كما شهدنا في الماضي تحول القطارات والمترو عربات المترو الأنفاق إلى الطاقة الكهربائية والترامي إلى الطاقة الكهربائية بعدما كانت القطارات بالفحم والغاز والآخره الآن سنتحول تدريجياً السيارات أيضاً ستحول إلى السيارات هايبرد أو السيارات بالكهرباء وبالقطاع عالي جداً وبكفاءة عالية جداً مع تطور نظام البطاريات وارخفات سعر الكهرباء أيضاً سيتم إنتاج الكهرباء من مصادر أخرى لما تحدث عنها وأنا هناك أبحث كثيرة في مجال مفعلة الثوريوم مثلاً مفعلات نووية آمنة مختلفة عن مفعلات الموجودة حالياً وأقل تكلفة مخلفاتها أقل تلويثاً ويمكن استخدام الإنتاج أسلحة نووية إلى أكثر أمام أنه أقل تكلفة موضوع طويل لا مجال الحديث عنه الآن ولكن على أي حال السيارات البساطة يمكن أن تتحول إلى الطاقة الكهربائية وهي تتحول الآن بشكل تدريجي مختلف وسائل النقل تتحول تدريجي إلى نظام القيادة الذاتية Auto Vehicles وهذه يقلل تكلفة هذه ليست مسألة راحة فقط للسائق لا لا هذه تقلل تكلفة الوقود لأنها تضمن ليس فقط السلام وليس فقط الراحة ولكن أيضاً تضمن الكفاءة العالية جداً في القيادة بحيث يتم تقليل عملية استهلاك الوقود إلى الحدود الدنيا الممكنة موضوع طويل يعني لا يتسعى المقام لشارحه تفصيله كيف الآن فبالتالي إذا كانت ضربة تطور التكنولوجيا هذه ستؤثر ليس فقط على محطات الكهرباء التي لن تعود تعمل باستخدام النفط والغاز وعلى قطاع النقل والسيارات والشاحنات والباصات التي لن تعود تعتمد كثيراً على النفط خصوصاً فيما تعلق السيارات هو نبات سريع النمو لا يحتاج مبادات حشرية لا يحتاج مخصصيبات إلى آخره ينمو بشكل كثيف جداً ويمكن استغلاله للأمور كثيرة من بينها من بينها إنتاج الوقود البايوفيول هذا البايوفيول لن نستخدمه للسيارات وإن كان هناك البعض يدعو لذلك الآن ولكن الجدوة ليست كبيرة جداً موجودة حقيقةً لكن الضربة القادمة قاسية ستكون إذا توجه هذا الإنتاج من الطحالب أو من الهمب القرنة بالحشيش أو من المصادر الأخرى لإنتاج الكيمويات لإنتاج البلاستيك والنايلون والمطاط والديهانات ومواد التشحيم وإلى آخره هذه المواد التي كان يتم تصنيحها أو ما يزال تتم تصنيحها من النفط سيتم إنتاج توفير بدائل للنفط هنا لإنتاجها وهنا ستكون حقيقةً يعني تم توجيه الضربة القاضية الثالثة لقطاع النفط والذي يعتقد أن هذا سيحدث في حلو العام 2030 لن يتوقف إنتاج النفط سأبقى هناك إنتاج للنفط وتكلفة إنتاج يعني خصوصاً في دول الأوبك تسمح لهم بأن ينتجوا حتى لو بها مش ربح متدني جداً لكن المشكلة هي أن دول النفط دول المنتجة للنفط في العالم ستبدأ تعاني حقيقةً من أن ميزانياتها لن يكون بالإمكان تغطيت نفقاتهم باستخدام إرادات النفط سيواجه عجز شديد جداً كيف يمكن تجاوز ذلك؟ أقول بأسف وبمرارة بأنني لا أعتقد أن هناك حل حقيقي لذلك يمكن التخفيف من حجم الكارثة بعض الدول ستلجأ لسياسات قاسية جداً لمواجهة ذلك ولكن أعتقد بأن الوقت يعني يدركنا ولن يكون بالإمكان وضع حل حقيقي حاسم في غضون سنوات قليلة لذلك أي حلول؟ أنا طلعت على كثير من الحلول أعتقد بأنها يعني لن تكون كافية على أقل تقدير ويمكن أن أحدث عن ذلك في المستقبل بشكل أكثر تفصيلاً شكراً لكم اشتركوا في القناة